اختتمت فعليات تأسيس منتدى المجالس الاستشارية الشعبية ومجالس الشورى ومجالس الشيوخ في العالم الإسلامي والمنعقد في مدينة بندونج الإندونيسية واتفقت الوفود المشاركة على مقترح التأسيس على أن يكون المنتدى ضمن أجهزة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية وأصدر الحضور بمشاركة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بيانا تم تأكيد فيه على أهمية وجود مشاركة فاعلة ودعم قوية من كافة الأطراف بما في ذلك المجالس الاستشارية الشعبية